موسيقى وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية لبحث التطورات الحاصلة في المنطقة لسيما التصعيد الأخير ضد إيران استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بومبيو في مكتبه بقصر السلام في جدة وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات استراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها دعا مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون إيران إلى ضبط النفس والحفاظ على الاتفاق النووي جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون مع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تهران وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الأخير رد على تصريحات موريسون بالقول إن مثل هذه التهديدات والضغوط القصوى المفروضة من قبل أمريكا محكومة بالفشل في محاولة لتناول تأثير الأغنية الكويتية وتسليط الضوء على الفولكلور الشعبي أقامت الفنانة تشكيلة ابتسام العصفور معرضها الفني ذاكرة الأصوات متضمنا لوحات زيتية متميزة لفنانين باريزين وقالت لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن معرضها يضم 33 لوحة تشكيلية بالألوان الزيتية لمجموعة من أبرز الفنانين والفنانات والملحنين وكتاب الأغنية الكويتيين الذين أسهموا في تعريف جزء مهم من صورة الكويت قبل وبعد استقلالها انطلقت أعمال الملتقى الأعلامي الكويتي الأردني في عمان لبحث التحديات الأعلامية وصوب المواجهتها ضمن ندوات متخصصة بمشاركة مسؤولين ومعنيين من البلدين وأكدت وزيرة الأعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية أمام الملتقى الذي يقام برعاية رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عمقل علاقات تاريخية بين بلدها والكويت على مختلف المستويات مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين راصخة وتعزز المصالح المشتركة